في عنوين هذه النشرة الرئيس عون شبهات حول رياض سليمي ما فعله الثنائي معيب وترسيمنا هو النقطة 23 الشيخ ناعم قاسم طريقة اقرار الموازنة غير قانونية غازو روسي وشيك لاوكرانيا وبايدن يتحدث عن 16 شباط الثانية والربع بطاقة بيروت اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر الموقع البداية مع سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لجريدة الاخبار رأى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في حديثا الى صحيفة الاخبار ان الشبهات بدأت تحوم حول حاكم مصرف لبنان رياض سليمي عندما احجم عن تزويد شركة التطقيق بالمستندات مشيرا الى ان احجامه كلفن 150 الف دولار بندا جزائيا لعدم تعاونه موضحا اننا لا نزل ندور في نفس الحلقة يوما يسلم الشركة مستندا ويوما يخبئه عنده بالاضطارة يعطي ولا يعطي متجاهلا لائحة المستندات التي طالبته بها الى ان اضطرت الرئاسة الى اصدار بيانها الاخير اما عن اسباب عدم تعليق عمل حاكم المصرف المركزي وعما اذا كان الامر مرتبط بكون نائبه الاول شعي يقول رئيس عون حتما لا ثمت صعوبات داخلية اختصرها بكلمة حمايات سياسية له ليس وحده بل هو جزء من مجموعة لذلك لا يستطيع مجلس الوزراء اتخاذ موقف منه الوقت كفيل بتفكيك هذه الحمايات رهاننا الاول هو القضاء ليس موقف منه ثأرا ولا انتقاما بل مصلحة عامة مرتبطة بما وصلنا اليه وبما يتعلق باقرار الموازنة ورفع الرسوم بلا اصلاحات يرى رئيس عون ان الحكومة اعدت الموازنة وناقشتها واقرتها ولا يسعن اتخاذ اي موقف منها قبل ان يباشر مجلس النواب بمناقشتها والتصويت عليها مشددا على ان لا احد يرفض توزيع الخسائر بل الخلاف على نسبه وحصصه اما حول نظرته الى الاعتراض الشيعي في مجلس الوزراء بعد جلسة التعينات العسكرية يؤكد رئيس عون لم يكن الاعتراض على التعينات في جوهرها ولا على المعينين المسألة ان هناك منصبا شاغرا هو نائب المدير العام لامن الدولة يريد الوزراء الشيعى تعيين خلف له لكنهم لم يأتوا بالاسم المقترح طلبوا تأخير تعينات الخميس حتى يأتوا بالاسم ام هلتهم مسبوعا ليأتوا به وفي اول جلسة لمجلس الوزراء نعينه رفضوا فازعجني طرحهم حصل هرج ومرج لكن مجلس الوزراء بدت تعينات ما فعلوه معيب سائلا بماذا يشككون وبمن غير مقبولة ذريعتهم تأجيل التعينات الى ان يحضروا الاسم الثالث لا بأس انزعلوا الاسبوع المقبل نعين له مرشحهم بعد استكمال شروطه وفي موضوع الكهرباء اكد رئيس الجمهورية ان سلفة الكهرباء لن تعرقل سوى ذلك جريمة مشهودة مبدئا اعتقاده ان رئيس مجلس النواب لا يفكر في تأخير السلفة تصفية لحساب سياسي وعن زيارة الوسيط الامريكي لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل اموس هوكشتاين اكد رئيس عون ان كل ما يدور من حول مفاوضات الترسيم يجب ان يبقى قيد الكتمان الى ان نصل الى نهايات المفاوضات مشيرا الى ان ما حمله معه هوكشتاين يحتاج الى تعديلات وتصويب موضحا ان عندما يعود هوكشتاين الى لبنان وهو اخبرا انه سيفعل بعد زيارته اسرائيل سيكون لدينا جواب جاهز مبديا اعتقاده بان الامل في الوصول الى نتيجة موجود ومؤكدا ان الطاولة الرئيسية والاولى للتفاوض هي هنا في قصر بعبدة مضيفا الرئيس هو الذي يجري التفاوض ومن ثم نذهب الى الابرام في مجلس الوزراء ومجلس النواب لا يحل ذلك دون اطلاع المسؤولين الاخرين على مراحل التفاوض ويشدد على اننا تقدمنا لان اسرائيل ونحن مستعجلان وردا على سؤال حول الخشية من عدم حصول انتخابات نيابية يجيب رئيس الجمهورية لست خائفا عليها في موعدها اما ان لا تجرى فهذه ذريعة الوزارة المعنية وزارة الداخلية كأن تقول ان لا من لديها لاجراء الانتخابات في الانتشار كما في الداخل المشكلة ليست عند رئيس الجمهورية بل في مجلس الوزراء قلت كلمتي في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وهو ما حدث وتقرر في 15 ايار ما بعد ذلك المسئولية على عاطق المرجعية المعنية وانا اكثر العالمين بان ليس لدينا مال لاجراء ليس للانتخابات فحسب بل لأي امر اخر ربما لهذا السبب قد يتكون لدي خوف على الانتخابات وخشية من عدم اجرائها ويضيف سمعت ان هناك من يسعى الى الغاء اقتراع المغتربين قيل ان هناك واضعين لاقتراع قانون بذلك لكن لا علم لي به هذا جزء من الخلاف الذي نبهت اليه يوم ما رددت مشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب لكنه اصر على صيغته اوضح الوزير محمد المرتضى ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة قائلا لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين الحقيقة المجردة ان جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الاعمال في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الارقام ولوائح السلع المفترض ان تخرج من دائرة الرسوم ونماذج المحاكات المتعلقة بالدولار الجمركي لم تسلم بعد الى الوزراء رغم مطالبتنا بذلك مرهرا وتكرارا ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة ما يعني قانونا ان مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة ولم يصوت عليه ولم يصدر اي قرار بالموافقة او الرفض خلافا لما جرى تظهيره امام الاعلام وبالنسبة لموضوع التعيينات قال لم نطالب باي تعيين بل كان رفضا مبدئيا مننا لطرح التعيين من خارج جدول الاعمال وطلبنا بارجاء الامر لكن حدث ولا حرج كأننا امام اشتهاد دستوري عظيم اصبحت معه اقرار المسائل في مجلس الوزراء تقتصر على الات نتابع موضوعا من خارج جدول الاعمال ونطرحه فيعترض من يعترض فنهم الوزراء بان الامر ارجع ثم نرفع الجلسة فجأة ومن دون تصويت لنعلن بعد رفعها ان مجلس الوزراء قرر تعيينات الى ذلك اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان طريقة اقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور لان النقاش كان سطحيا والتعدلات لم تعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الاجابات على بعض القضايا المطروحة وخلال احتفال اقامته الهيئات النسائية في حزب الله باجواء الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية لفت شيخ قاسم الى ان الوزراء تفاجأوا اثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لاعلان اقرار الموازنة مشددا على انها لم تقر بشكل قانوني ودعى مجلس الوزراء الى الاسرع في خطة التعافي المالي حتى تناقش مع الموازنة في مجلس النواب وكانت الوتيفي تابعت مجرى في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والاستيام بما يتعلق بموضوع التعيينات اكد الوزير محمد ويسام مرتضى للاوتيفي ان موقف الثنائي الشاعي الذي يعرفه القاسي والداني اساسها ان العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء مقتصرة على جلسات تتمحور حصريا حول الموازنة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يدخل تحت عنوان تحسين الوضع المعيشي والحياتي للمواطنين وبطبيعة الحال وفق جدول اعمال يكون واضحا ويوزع مسبقا على الوزراء واضاف ما حصلت انه من حيث لا يدري احده من خارج جدول الاعمال وفي وقت كان فيه مجلس الوزراء منعقدا برئاسة رئيس الجمهورية ويجري فيه البحث ببنود الموازنة فجأة طرحت مسألة التعيينات في المجلس العسكري اعترضنا وقلنا بكل الاحوال فلترجع المسألة حتى نعود للجهتين الحزبيتين التي نمثلهما كوزراء ونعكس توجههما ونحن غير قادرين على الاجتهاد وفهمنا من رئيس الحكومة ان رئيس الجمهورية قابل ارجاء البحث بالمسألة حتى جلسة الثلاثاء المقبل والرئيس ميقاتي قال على مسماع الجميع ارجعنا الامر لثلاثاء وفجأة رفع رئيس الجمهورية الجلسة فحاولنا الاستفسار اذا تم ارجاء الامر لان الجو كان مبهما حول هذه المسألة وحتى حول اقرار مشروع الموازنة فقال لنا الرئيس انه جار التعيين ما فهمنا شيء وعرفنا من خلال اطلالة الرئيس ميقاتي الاعلامي ان الموازن اقرت وتابع مرتضى بالاشارة الى ان وزير المال لا يوقع على مرسيم التعيينات اما الموازنة فبحث اخر ولا مقاطع لجلسات مجلس الوزراء المقبلة وسيكون هناك بحث مع الرئيس ميقاتي كي لا يتكرر الامر وفي هذا الاطار اكدت مصادر رئيس نجيب ميقاتي للأوتيفي انه فيما خص الموازنة هناك جلسات متتالية عقدت ولساعات انتوال وقد ادل كل وزير خلاله برأيه واخذ بجزء كبير من الملاحظات وكان واضحا ان الجلسة كانت لاقرار الموازنة وعمليا الكل مطلع على المضمون النهائي للموازنة قبل الجلسة في قصر بعبدالتي اقرت فيها اما في موضوع التعيينات فيحق لرئيس الجمهورية وبحسب صلاحياته الدستورية طرح اي بند من خارج جدول الاعمال واضفت مصادر ميقاتي عبر الوتيفي ان هناك حاجة ملحة لاشغال بعض المراكز لان هناك شغورا كبيرا يلم بها واستمرارية العمل فيها بغاية الاهمية وبالتالي حصل طرح التعيينات واقرت والامر اخذ سياقه الدستوري اما المصادر المطلعة على اجواء قصر بعبدال فجددت الاشارة الى ما كانت اكدته بالامس وهو ان الموازنة نوقشت بتمعن وكل وزير طلب بعض التعديلات على موازنة وزارته شارحا للموضوع بالارقام هذا وكان المدير العام للمالية بالوكالة حاضرا للجلسة وجرى تدوين كل التعديلات المطوبة وعن التعيينات قالت المصادر ان الاهم هو منع اي شلل في المؤسسة العسكرية او في مجلس الانماء والاعمار ونقطة على السطر جديد ملف الترسيم في تقرير لزميلة ننسي صعب لا تبدو عودة الوسيط الامريكي اموس هوكشتاين الى لبنان بعيدة وفي حال استمرت الاجواء على ايجابيتها فهو عائد في فترة قريبة بعدما غادر بيروت بمناخ ايجابي عكسه هوكشتاين بذاته كما عكسه الجو العام اللبناني غادر هوكشتاين حاملا مقترحا وافكارا من لبنان سلمها اليه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وسيعمد الوسيط الامريكي الى عرضها على الجانب الاسرائيلي للحصول على ايجاباته عليها هذه الدبلوماسية المكوكية ربما تقود الى اتفاق قريب سبق لهوكشتاين ان مهد له بالحديث عن فرصة سانحة الان لترسيم الحدود بعد تضييق الفجوات صحيح ان الكتمان هو سيد الموقف حول الطرح الذي حمله هوكشتاين الا ان ربطا بين المواقف والبيانات قد يكون كفيلا باعطاء بعض المؤشرات اذا كان بيان قيادة الجيش قد اعلن رسميا تأييده لأي قرار تتخذه السلطة السياسية واذا كانت اجواء رئاسة الجمهورية جازمة اللا تطبيع ولا حقول مشتركة فهذا امر قد حسم مرجعية التفاوض من جهة ومحظورات هذا التفاوض من جهة ثانية يضاف الى ذلك بيان عين التين بعد رقاء بري هوكشتاين متحدثا عن معاودة التفاوض غير المباشر وفقا لاتفاق الاطار والذي ذكر به هوكشتاين ايضا عمليا فان اتفاق الاطار لحظ مساحة 860 كم مربع المتنازع عليها بين الخط واحد المعترف به اسرائيليا والخط 23 الذي نشأ نتيجة ترسيم حكومة فؤاد السانيورة مع القبارسة في العام 2007 بيان قيادة الجيش فصر تسليما بان الخط 29 هو خط تفاوضي بالاضافة الى تأكيد الاجواء اللبنانية ان لبنان اقترب من حقوقه التي تبدأ عمليا بالخط 23 في مقابل كلام هوكشتاين عن حل بين الخطين 21 و23 بالاضافة الى تراجع اسرائيلي عن الخطين واحد وهوف حتى مع تأكيد هوكشتاين انه لا يمكن لأي طرف الحصول على 100% مما يطالب به باتت هذه الوقائع اذا هي التي تحكم عملية التفاوض عبر ديبلوماسية هوكشتاين المكوكية واذا كان الكتمان هو الذي يحكم تفاصيل الطرح فان الاسئلة عن الحل الممكن والفرصة السانحة عديدة ما هو مصير حق القانة الذي يبقى القسم الاعمق منه داخل البلوك 72 المتعارف عليه اسرائيليا خصوصا ان الخط 23 يحمي كامل البلوك 9 باستثناء هذا الجزء من قانة هل يكون الحل بالخط 23 بلاس عبر اعتماد خط يفصل بينه وبين الخط 29 يحمي كامل حق القانة وفي هذه الحال ماذا عن البلوك الاسرائيلي 72 قد لا تكون الاجوبات متاحة قبل جواب اسرائيلي يحمله هوكشتاين من تل ابيب على المقترح اللبناني لكن الاكيد ان لبنان يفاوض لحل جدي يضمن له حقه الاقتصادية السيادي من دون تطبيع او تنسيق او تشارك وبعد الاعلان عن رفع سعر الدولار الجمركي كيف ستتأثر فتورة المواطن جنيفر مزرعاني بعد ما حسمت الحكومة ارارة باحتساب الدولار الجمركي على سعر منصة سيرفال يبلغ حاليا حوالي 21 الف ليرة سلعة كثيرة رح ترتفع اسعاره منه بطريقة مباشرة ومنه بشكل غير مباشر ببلد بيستورد نحو 90% من استهلاكه خلينا نحسب كيف رح تتأثر فتورة المواطن اولا مشكل السلعة قاد على الرسوم الجمركية لكن اكترية السلعة قاد على التفئة اذا كان في سلعة معفاة ان الرسم الجمركي لكنها قاد على رسم التفئة فحكما اسعاره رح ترتفع بالتالي ممكن ترتفع اسعار السيارات بنسبة 49% اجهزة التكييف البرادات والغسلات 40% الكمبيوتر التلفون والالكترونيات بنسبة 10 الى 15% يعني كمتوسط ممكن يوصل الارتفاع بالاسعار الى 25% الاخطر الارتفاع باسعار البنزين حيث من المتوقع زيادة 50 الف ليرة على سعر التنك الحالية يعني اذا تنكت البنزين بـ 320 الف ليرة بتصير بـ 370 الف ليرة وباعتبار ان المواطن بيستهلك معدل 5 تنكات بالشهر بيكون بحاجة لمليون و 850 الف ليرة هالأعباء عم تنزيد من دون تأمين اي وسيلة بديلة مثل النقل العام رغم انه تم اتصناء الادوية والسلعة الغذائية من الرسوم الجمركية الا انه اسعارها رح تتأثر ولو بطريقة غير مباشرة بعد ارتفاع كلفة النقل اللي رح تضاف على كلفة المنتج اسعار الخدمات رح ترتفع ايضا بفعل ارتفاع الدولار الجمركي خلينا نشوف اسعار الخدمات اذا تم احتسابها على 21 الف ليرة بالنسبة للاتصالات سعر كارت التشريج بـ 25 دولار اذا اردنا احتسابه على الـ 21 الف ليرة فالبطاقة اللي عم نجيبه بـ 40 الف رح نصير نجيبه بـ 525 الف ليرة ولكن مش مؤكد احتساب اسعار الاتصالات على دولار 21 الف على ما يشير وزير الاتصالات اللي كان لفت سابئا لو وجود خطط متعدد لديه بالنسبة لكهرباء الدولة اذا اسرة عم تجي فيتوريتها الشهرية بـ 250 الف ليرة وضلت بنفس الاستهلاك رح تصير تدفع 500 الف ليرة اما بالنسبة لفتوريت المتار بالرغم من ان الميزوت معفى من الرسوم الجمركية ومن التفاقى فتوريت الموالدات الكهربائية ممكن ترتفع مع ارتفاع اسعار الزات وقطع الغيار مع العلم ان معدل فواتير المتار بتبلغ مليون ونص ليرة لبنانية بالاضافة لها الموضوع ومع الاعلان عن رفع الدولار الجمركي مسبقا يعمد اسم كبير من التجار والمستوردين الى الاستيراد والتخزين على دولار الجمركي بوازر الف وخمسة وبيبيعوها لاحقا على سعر 21 الف وبالتالي بيكونوا حققوا ارباح على حساب المواطن وخزينة الدولة وهون السؤال عن اساليب الرقابة وقدرة الدولة على القيام فيها قبل ما نوصل على الدولار الجمركي ممكن تأمين ارادات اخرى للدولة من الاملاك البحرية والضريبة على الثروة والضريبة على العقارات المرتفعة الثمن خاصة انه عم بتم رفع التكاليف من دون تأمين بدائل للناس والزيادات اللي عم ينحكى عنا لموظفي القطاع العام ما بتكفي وموظفي القطاع الخاص مش قادرين يحصلوا على زيادة لرواتبهم بدأ نتحمل بعض فعلا لازم نتحمل بعض مس مش على حساب المواطن المزيد من الاخبار بعد الفاصل نهاية النشرة للمزيد تابعوا الو تي في عبر انستجرام فيسبوك وتويتر الى اللقاء